الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بداية مبارك للمؤمنين والمسلمين حلول شهر رمضان المبارك جعله الله شهر خير وبركة على الناس جميع إن شاء الله في هذه الليالي المباركة نستعرض قصصا وأحداث وشخصيات لها تأثيرها في واقعنا الإسلامي والحياة الآن هذه الشخصيات والأحداث كانت أحداثا حقيقية وشخصيات حقيقية عليكم السلام عليكم السلام ظخمت لها أدوارها أو فعلا شخصيات صنعت التاريخ ما هو الموقف منه ولذلك أحاول أنه نحوم على بعض الشخصيات والأسماء ممن كان لها أثر وتأثير في واقع المسلمين وبالتالي نحاول نجمع البحث أن نطلع بنتيجة إلى أن ننتهي في آخر سلسلة محاضراتنا إلى شيء نسميه فلسفة التاريخ أو تعبير شيء ذو الصدر قدس الله روحه سنن التاريخ لأنه أنا أعتقد أن التاريخ بسننه له تأثير على واقعنا المعاش وعلى أفقنا المستقبلية إذن نستعرض بعض الشخصيات التاريخية ممن كان لها دور أو قيل أن لها دور في حياة المسلمين شخصياتنا هذه الليلة هي عبد الله بن سبا هذا الرجل أو هذه الشخصية التاريخية اختلف حولها حيث الدعية أنها هي من وضعت لبنة التشيع الموجود العان في كثير من القراءات عند المسلمين عند البعض يعتقد أنه هي من وضعت التشيع فاختلف في هذه الشخصية هل هي شخصية حقيقية أو هي شخصية موهومة اصطنعها أعداء الشيعة للشيعة كما ذهب إليه طاها حسين في كتابة الفتنة الكبرى وأيضا العلامة المرحوم سيد العسكري سيد مرتضى العسكري في كتابة حول عبد الله بن سبا انتهى إلى أن هذه شخصية موهومة محقيقية صنعها أعداء التشيع وما لا إلى هذه الرؤية الإمام الخوئي في معجم رجال الحديث يعني لم يجزم رحمه الله بأنها شخصية موهومة لكن ما لا إليها فهل هي شخصية موهومة جعلت لها دورا في قضية أحداث مقتل عثمان بن عفا أو لا كان لها شخصية حقيقية واقع موجود وإذا كانت شخصية حقيقية شخصية بن سبا ما هو الدور الذي قام به هل فعلا ترك بصمة على التشيع الموجودة الآن هل له أثر لأننا وجدنا أننا نسأل من قبل من قبل أجيالنا صاعدة عن حقيقة بن سبا لمن يجيك ابنك يسيلك بابا شنو عبد الله بن سبا فعلا هو إلى بصمة في التشيع لأن نتيجة هذا الإعلام والزخم حوله فما هو الموقف من هذه الشخصية في الواقع أنا بحثت حول شخصية عبد الله بن سبا وجدت أنه هناك ثلاثة آراء حوله أنا أنا أستعرضها وبعدين أخوض في ملابساتها وأخرج بنتيجة وبعدين نخليه في زاوية اللي نقارن بفلسفة التاريخ وسنن التاريخ وفق ما ننتهي إليه أنه شنوى لأنه بعض حتى ادعى لأن هذا من أوائل الماسونيين يعني ادعى حتى الماسونيين الدعية عنه من أوائل فرسان الهيكل لهذا المعنى فما هو الموقف من حقيقة عبد الله بن سبا هناك اتفاق على أن هذا الرجل هو أنا بحثت في تاريخه وجدت أنه مولود سنة ستمية للميلاد يعني تاريخ ميلاده نفس تاريخ ميلاد أمير من نساء الله عليه سنة ستمية للميلاد ولد عبد الله بن سبا واتفق على أنه كان يهوديا يهوديا العقيدة على أنه ينسب إلى حمير حمير اليمن فقبيلته عربية وحمير لم تكن يهودية ما تكن تعرف اليهودية وجدت بعض الدراسات تقول على أنه من الحيرة ولكن الصح على أنه من اليمن من صنعاء اليمن هذا الرجل من صنعاء يمن طيب هذا اللي يقرأ عنه الآن هو شخصية حقيقية أو موهومة هذا ما هو ما يوجد عنه الآن راح أعرض الأدلة وقراءتي أمام حضاراتكم حول شخصية ابن سبا وما هي مؤداية عن الرجل هو إذن مولود سنة ستمية للميلاد ولم نجد له أثر بعد سنة أربعين للهجرة إذن يكون عمره مقارب عمر أمير المنية عزيزي السلام يعني أمير المنية مولود سنة ستمية للميلاد بعث النبي صلى الله عليه وآله سنة ستمية وهدعاش أمير المن كان عمره عشرة إلى هدعاش سنة بعد أحداث سنة أربعين للهجرة وعليكم السلام لا يوجد أثر في التاريخ لعبد الله بن سبا لا يوجد يعني انتهت قصة بن سبا مع رحلة أمير المنية وشهادة أمير المنية فعمره نفس عمر أو مقارب لعمر أمير المنية والحق أنه ولد في صنعاء هذا الحق أنه من أهل اليمن وعربي مو فارسي أو غير شيء هو عربي المولود في صنعاء واتفق على أنه أسلم زمان عثمان بن عفا أسلم زمان عثمان بن عفا الآن هو شخصية حقيقية أو موهومة هاي قصد لم يجد أحد يدعي إسلامه قبل ذلك أو بعد ذلك اتفق على أنه دخل الإسلام أواخر عثمان أعلن إسلامه في البصرة أمام والي عثمان في البصرة فسأل أنت من وين قال من صنعاء فالرجل ولذلك اصطلح عليه ابن سبأ وأيضا يسمى ابن السوداء لأن أمه كانت حبشية من صنعاء فهي متفق عليه بين الذين قالوا بحقيقته وبين الذين قالوا بموهوميته اتفقوا على أنه هو يقال له ابن الحبشية أو ابن السوداء وابن سبأ هذه الألقاب متفقين عليه وأيضا اتفقوا على أنه أسلم زمان عثمان أو آخر عمر حكومة عثمان بن عفان أيضا هذا متفق عليه طيب إلى هنا هذا محل اتفاق من ادعى بأنه شخصية صنعها أعداء الشيعة اعتمدوا على طبعا طه حسين ممن قال على أنه شخصية مفتعلة في كتابه الفتنة الكبرى ولم يوجد مؤرخ مسلم قبل طه حسين ينفي حقيقة ابن سبأ فطه حسين أول مؤرخ مسلم نفى حقيقة ابن سبأ نعم سبقه قبل ذلك مستشرقين كتب مستشرقين 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 فرنسيين بريطانيين ممن يهتم بالشرق نفوا يعني موكلهم وكثير منهم نفوا حقيقة بنسبة لأن المستشرق ينظر أفرض للروايات ينظر لها بنظرة واحدة فإذا ما اقتنع بالسياقات أو شاف الطراب بالروايات فممكن يقول هاي مفتعلة وينفي عنده سهلة ينفي الشخصية الان اجا سيد مرتضى العسكري رحمه الله في كتابي بن سبأ كتب كتابين جزاه الله خير رحمه الله قال بأن هذا مختلق بعدين اضاف خمسون ومئة صحابي مختلق اللي هو تتم لكتابيه عبدالله بن سبأ الشيء اللي التزخم لهذا الموضوع هو الامام الخوي في معجم رجال الحديث سيد الخوي في لمن يوصل اسم عبدالله بن سبأ يعطي موقف يقول وقد وجزى الله خير سيد مرتضى العسكري العلامة فقد كفانا ما أونت الرجل مما يوحي على أن السيد يرتقي على أن هذا موهوم طبعا السيد الخوي لمن يأخذ موقف من شخص يقول موهوم يعجب أنه نحترم ونقف مليا لأنه قامة قامة من قامات العلم اللي هو الامام الخوي صحيح السيد الخوي رجالي متأخر سيد الخوي أصولي عميق فقيه عميق لا يبارى ولا يشق له الغبار لكنه رجالي متأخر يعني في شيخوخته صار بحثا بحث رجالي اهتم ببحث الرجال حتى ينسب إلى الإمام السستاني المرجع الأعلى عفظه الله يقول أنا الذي جعلت سيد الخوي يصير رجالي باحتبار السيد السستاني هو من تلامذة سيد البورجوردي سيد البورجوردي رجالي لا يشق له الغبار وأنا أعتقد أنه أعلم من في الرجال سيد البورجوردي الرجالي تختلف عن رجال سيد الخوي سيد البورجوردي رجالي متتبع يتابع وهو صاحب تقسيم الطبقات قسم الرجال قسم الرجال بنظام الطبقات فعمل تقريبا صار عنده مية أو اثنين وثلاثين طبقة الطبقة مئة سنة الطبقة الأولى اللي هي الصحابة الرعيل الأول والتابعين يعني زمان رسول الله إلى مئة سنة القرن الأول الطبقة الثانية من أيام زين العابدين إن شاء الله عليه إلى الإمام الباقر والصادق يعني الشيخ الطوسي يخليه بالطبقة الرابعة وهكذا يتدرج هو سيد البورجوردي على تقسيمه يصير طبقة الثاني عشر أو الثالث عشر ومبعدين هاي النظام الطبقات اللي يسوا طبعا هاي عن تتبع عن شغل رجل تعب شغل رحمه الله وأتعب نفسه حقيقة وأجاد في هذا البحث نظام الطبقات يساعد الإنسان لما تجي رواية يشوف السند مالها فيشوف مثلا راوي يروي عن هذا مباشر مع أن هذا من الطبقة الثانية وذاك من الطبقة الأولى يعرف كسقط صاير بالنص شايفين فراح يعرف هذول مطبقة واحدة شلون يروي عننا مباشر طبعا هاي من خلال شواهد وتتبعات وصل إلى هاي الحصر رضو عن الله عليه حقيقة جهة جبار لا بل أكثر من ذلك عمل شي اسمه تجريد الأسانيد جرد أسانيد الكافي من المتون خلى بس الأسانيد وقام يفحصها فأسانيد الكافي إلى زرارة يشوف طريق الكلين إلى زرارة الراوي الأخير اللي يروي عن المعصوم سند هذا الكافي إلى زرارة شنو الطريق مالت بهاي الطريقة صحح كثير من الأسانيد ولغة كثير من الأسانيد وصحح كثير من الروايات وضعف أشياء روايات طلعت قد نتائج عجيبة غريبة الرجل ملخص مفيد منهجية السيد البورجردي في الرجال تختلف عن منهجية السيد الإمام الخوئي في الرجال الإمام الخوئي في الرجال كان مجتهداً في الرجال يعني يطبق القواعد الأصولية مطلق مقيد عام خاص في التوثيق والقدح السيد البورجردي موهد شي يروح يتبع يتبع وليس أنه يطبق القواعد الأصولية على التوثيقات شغلة تتبعي وهذا معروف ليش لأن هذا اشتغل هو صغير سيد الخوئي اشتغل يجل لهذا البحث لهذا الفان لهذا العلم وهو قد ناهز السبعين مثلا وقت ما عند وهو متشبع بمدرسة النجف اللي هي مدرسة الشيخ الشيخ الأعظم مدرسة أصولية سيد بورجردي لا مدرسة صفهان مؤثر عليه اللي هي تابعة لمدرسة الوحيد البهباني هذا مو بحثي الفقهي لكن دخلت هنا لا أريد أبعين تفرد نقطة مهمة شنو الثمرة بين مدرسة السيد الخوئي من حيث الرجال ومدرسة سيد بورجر هاي مدرسة وهاي مدرسة الثمرة غريبة عجيبة تطلع على مباني سيد البرجردي انصحح 80% من كتبنا الأربعة تكون صحيحة كتب الأربعة اللي هي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقه 80% تكون صحيحة على مدرسة سيد بورجردي وتراث مؤال محمد فالشي عجيب يعني على مدرسة الخوئي 20% بس تكون صحيحة شوش قد فرق النسبة شاسعة خطيرة وانا أسأل سؤال حقيقة يوم يجي المجتهد يبحث صناعيا فالمسألة فقهية صناعيا نحن والأصول مطلق مقيد اللي يسمون الدليل الفقاهة لمن يبحث المسألة صناعيا ويوصل إلى حكم شرعي من حيث الصناعة بغض النظر عن الرواية لاحظ لأنه مثلا ما عنده رواية صحيحة حسب مباني طيب إذا نقول له أكو رواية صحيحة على مدرسة السيد كن صحيحة تهدم هاي الصناعة اللي أنت وصلتها النتيجة اللي أنت وصلتها أكو رواية هناك صححها هالسيل بورجردي تهدم ما وصلت إليه من حيث الأصول والصناعة الفقهية عكس ما وصلت إليه يا ترى يقدر يفتي وفق صناعة تبعا وجود رواية صحيحة لا إذا الرواية كانت مخالفة استنباط الفقهي إذا كان يخالف هاي الرواية بالتالي سيل بورجردي ما استعمل اجتهاد وإنما شنو سوى تتبع اكتشف مكتشف فإذا أنت حتى تفرق وسعك وتخلي المؤمن معذرية منجزية ما تقدر تكتفي بالصناعة الفقهية الأصولية مع وجود رواية صحيحة السند تهدم ما انتهيت إليه إذا تعارض الحكمين يعني إذن هاي المسألة الرجالية جدا مهمة خطيرة ملخص إذا وصل إلى هاي النتجة سيد الخوائي رحمه الله قال يعني مال إلى ما ذهب إليه سيد العسكري في معجم رجال الحديث على أنه شنو هاي انت شخصية مهوهومة ما إلى حقي صنعها أعداء الشياء اللي هو حول ابن سبب الآن هذه نتيجة أنه رؤية الرجالية لا تستدعي منه أن يتتبع بمقدار ما تتبعه السيد بورجوردي هذا شيء آخر يعني ما أدري بس هو يقول وعلى فرض كونه شخصية حقيقية السيد الخوي بعدين يقول وعلى فرض كونه لو سلمنا أنه شخصة حقيقية فقد افتعل له وكذب عليه على أنه هو واضع هاي المدرسة الإمامية من وين جبت هذا الافتراء الغرض أنا أريد أبين هاي الناحية وين إذا أصل أنه حتى الوسيل الخوي قال هو شخصية موهومة هذا لا يغلق الباب على أننا نبحث حول شخصية هذا المخلوق والحق أقول من يتابع روايات أهل البيت يجزم بأن هذا الرجل شخصية حقيقية وليست موهومة لأنه وردت في حق روايات تلعنه تتبرى منه وأيضا وردت روايات بعضها صحيحة السند على مباني السيد برجردي ضعيفة على مباني سيد الخوي ولذا سيد الخوي انتهي لأنه موهوم وشخصية موهوم في أحكام شرعية بها هو مذكور موجود طيب خلينا نبحث حال بحقيقة هذا الرجل أنا أعتقد أولا أن هذا الرجل نعم كان شخصية حقيقية موجود من ذهب إلى أنه شخصية موهومة ادعى أن كل روايات عبدالله بن سبق هي جاءت عن طريق سيف بن عمر الذي أكثر عنه الطبري طبري المؤرخ السني المعروف صاحب تاريخي الكبير المتوفي سنة 310 في محنة الحنابل في بغداد 310 من توفي الطبر انتهى من تأليف كتابه سنة 303 هذا في الطبر يذكر عن سيف بن عمر وسيف بن عمر معروف عند السنة فضلا عن الشيعة أنه كذاب وضاع كان يضع الحديث وكذاب بل بعض ادعى أنه هو نفسه هذا شخصية موهومة ما إلى حقيقة لكن الحق هو موجود شخصية حقيقية كذاب معروف بالتدليس والكذب والوضع هذا سيف بن عمر أعطى دورا كبيرا لعبد الله بن سبأ في قضية حادثة مختل عثمان بن عفا وادعى أنه هو الذي هيج المسلمين في البصرة والكوفة ومصر وجاء بهم إلى المدينة المنور منه الصحاب وهو ادعى لأنه هو الذي أقنع أبا ذر أن يثور على معاوية في دمشق لما تلاحظ روايات سيف بن عمر عن عبد الله بن سبأ تقول هذا عبد الله بن سبأ يعني مخابرات شنو عنده سلطة على الكبار الصحابة بحيث يخضعو له لماذا معاوية لم يعاقبه ولو بتجلد شنو هالتأثير للسلطة اللي عنده ولاة حثمان لم يعترضوا عليه ولم يتعرضوا له لا في الكوفة ولا في البصرة ولا في دمشق ولا في مصر ولا في المدينة شنو هالتأثير إلى على طلحة والزبير لا بل أكثر شنو عنده تأثير على أمير المدين يخوض في المسائل معقولة عمار يخضع له لما نتلاحظ للأسف يعني روايات سيف بن عمر تعطي دور عجيب غريب لابن سبا وحقيقة احنا نأسى على الكاتب الذي ما يحترم عقله يعني لما نطلع مسلسل خرج مسلسل عن ابن سبا يذكر ابن سبا وأحداث مقتل عثمان في الأم بي سي عمله مسلسل عنه فيصور لك بن سبا هذا هو لولا بالأحداث طيب هانا للصحابة وشيخ الصحابة أن يطيعون يهوديا ذاك اليوم كان يهودي تو أسلم يقنعهم بأن يخليهم يختالون عثمان ويثورون عليه وكذا شنو التأثير هذا وهو اللي هيج الأمور في البصرة هو الذي منع الصلح في البصرة بين أمين ومنين وعايشة معقولة وطلحة وزبا فالدور تضخيمي يعني لا يتصور قبوله بحال هذا أدى إلى أنه يذهب بعض المؤرخين وبعض العلماء إلى أن هذا الشخصية مفتعلة موهومة بقرينتين بقرينة أن سيف ابن عمر هو الوحيد المنفرد بروايات بن سبا وسيف معروف بكذبه ووضاعته والأمر الثاني أعطيه دورا لا يمكن أن يتصور في وجود شيخ الصحابة شنو هذا إلى تأثير ذاك اليوم يهودي أسلم يأثر على طلحة والسبير ويقنعهم بقتل عثمان وأيضا يهيج البصرة واحد مثل مالك يخضع له وحجر ابن عدي شنو قالوا إذن هذا شخصية مفتعلة الحق على أنه في هاي المسألة هو نعم ضخم له دور ولكنه يبقى شخصية حقيقية في التاريخ نعم هو موجود هو في الواقع ابن سبأ ليس شخصية موهمة وإنما الموهم دوره الذي وضع له هذا ضخم نعم سيف ابن عمر كذب في الدور الذي أعطاه لابن سبأ أعطاك ثمن حجمه في الأحداث لأن عصل ابن سبأ موهم لسا هل نعتبر حاصل الجمع لأنه بين شخصية حقيقية وشخصية موهمة نقول شخصية حقيقية ودوره موهم يعني وضع له دور أكبر من حجمه هكذا هذا الموقف من عبد الله طيب إذن ما هو حقيقة هذا الرجل نقول من خلال تتبعنا إلى اكتشفنا أن هذا الرجل فعلا موجود كان ومولود سنة ستمية للميلا ويكاد ويختفي بعد الجمل ما إلى حضور يعني لم نجد له أي حضور في صفين وفي النهروان مع أنه المفروض يكون موجود شنو الدعية له قالوا لأنه هو الذي طبعا هذول المتطرفين اللي يعدهم مشكلة مع مدرسة أهل البيت المتطرفين قالوا أنه فكرة عصمة الإمامة والعصمة جاءت من ابن سبب جاءت أنه هو الذي وضعه طبعا هذا واصل تشكل التشيع بشكل عام يجي من عنده هو واضع لبنات تشيع هذا هو التطرف وعدم الإنصاف وذهب بها عريضة قائل هذا المعنى لماذا لأن التشيع هو وليد الإسلام ما تقول في روايات رسول الله قبل أن يخلق أو قبل أن يأتي هذا يدخل للإسلام وروايات رسول الله يا علي أنت وشيعتك الفائزون يوم القيامة علي وشيعته خير البري عصمة أمير منين ثابت بروايات رسول الله بحديث الثقلين الشيعة لا يحتاج لابن سبق حتى يعلمهم عصمة الإمامة أضف لذلك كل من ادعى دورا لابن سبق وقف عند شيء واحد وهو أنا ابن سبق واقفي ابن سبق ما كان يتكلم عن الحسنين والسلسلة الطاهرة من أولاد أمير كان يثني فقط عنده أمير منين لم ترد أي رواية عن ابن سبق يمجد الحسنين أو الأئمة الطاهرين أو الأئمة الاثنى عشر هو عنده فقط أمير منين طيب قالوا قالوا أنه ادعى له العصمة والإمامة ثم بعد ذلك تطرف وادعى لعلي الإلهية والربوبية ونحن نتفق على أنه فعلا ادعى الإلهية لعلي صحيح وهو لعله أول من قال بإلهية علي بربوبية أمير نساء الله نعم صحيح هو ادعى هذا الشيء وخسئ وكفر ولعن بهذا المال ولذلك عندنا روايات عن أئمتنا تلعنوه وتتبرى من ونحن من موقعنا هذه في ليالينا نبرى إلى الله من ابن سبق ومقولاته هذا ما في شك ولا ريب لكن كيف حصل وانتهي إلى هذا الأمر في تتبع لحالات هذا الرجل هذا الرجل كما أسلفنا هو كان يهودية من أهالي صنعاء أسلم على يد أحد ولاة عثمان في البصرة ثم ذهب إلى المدينة واشترك في قضية اختيال أو قتل عثمان ابن عفان كان موجود كان موجودا لكن ما كان يستطيع أن يحرك عظيم من عظماء الشيعة أهل بي شيوخ الشيعة مثال حجر ابن عادي ومالك وعمر ابن حمق الخزاعي وبدأ عند التطرف الفكري والغلو في أمير أمير منين تدريجيا ابن سبا عبدالله ابن سبا الآن أنا أقول بأنه شخصية حقيقية تطرفت شيء تدريجيا هسا 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 نصل إلى هذا المعنى فلما قتل عثمان ونصب أميرومنين هو كان في سياقات الطبيعية في الجمل لم يعرف عنه دعوة متطرفة حول أميرومنين لا بل أكثر من ذلك هو كان يشيد بفضل أميرومنين وأميرومنين في الكوفة أنا وجدت بعض الروايات كان يجلس إذا جلس أميرومنين للخطبة على منبر الكوفة كان يجلس على الدرجة الأولى كان يجلس على الدرجة الأولى لمنبر أميرومنين وأميرومنين فوق المنبر يخطب الآن حماية لأميرومنين أو كان يشرح الخطبة أو حتى يستفيد بحث آخر بس كان في هذا السياق طيب يحدثنا التاريخ بقضيتين بروايتين مشهورتين هذه تعطيك لأن هذا الرجل وين محل رواية الأولى فقهية يذكر الشيخ الصدوق على الله مقام وهي في قضية القنوت أميرومنين عليه السلام يروي يحدث ذات يوم على أنه كيف تقنط فأميرومنين كان يقول انصب ظهرك معتدلا لا تقوز ظهرك وارفع يديك إلى السماء واقنط يعلم القنوت الرواية تقول فقام له عبد الله بن سباء وقال يا أمير المؤمنين عبر عنه بعمرة المؤمنين يا أمير المؤمنين لماذا نرفع يدينا إلى السماء والله موجود في كل مكان بليش أنا أرفع يدينا إلى السماء ما الله بكل مكان موجود شو معنى يعني السؤال فقهي وخاطم بهاي التعبير يا أمير المؤمنين لماذا نرفع يدينا إلى السماء والله موجود في كل مكان فقال له عليه السلام ألم تقرأ قول الله ورزقكم في السماء وما تعدون فسكت ابن سباء هذه رواية القنوت يرد فيها اسم ابن سباء إذن هو كان في ضمن محيطين بأمير المؤمنين بحيث يسأل وسؤاله ظاهره منطقي يخاطب أمير المؤمنين بعمرة المؤمنين يعني إذن هو لا يعتقد في إلهيته فإذا صدر مننا شيء خلاف غلو بعدين تطرف بآراء أو أفكار هذه الرواية تثبت على أنه ظاهره كان مقبول بحيث يسأل ويخاطب خطاب صحيح شرعي يا أمير المؤمنين لماذا نرفع يدنا إلى السماء والله في كل مكان موجود قال لقول الله ورزقكم في السماء وما تعدون والله قال رزقكم في السماء ادعووا للسما سكت فسياق منطقي مقبول الرواية الثانية مهمة تقول دخل عمرو بن الحمد وحجر بن عذين الكندي وعبد الله بن سباء على أمير المؤمنين وقد انتزعت منه مصر وهو محزون فقالوا له ما تقول في أبي بكر وعمر الآن مصر رايحة من عنده دخلوا علي ذولي عمرو بن الحمد أنا في قراءتي وتحليلي هذا عمرو بن الحمق الخزاعي وهذه من شيوخ الشيعة وحوارية من أمني لكن تصحيف صار حسب المؤرخين حمق كتبت حمد لأننا لا نعرف عمرو بن الحمد في حوارية منه وإنما نعرف عمرو بن الحمق بدليل مع حجر بن عدي هو كان صديقة ورفيقة وذولي شيوخ الشيعة حوارية صحاب سر حجر عمرو بن حمق الرواية تقول وعبد الله بنسبة دخلوا كلهم بسؤال والآن مصر رايحة من أمير المنين تدرون حضاراتكم مصر شوكت راحت سقطت بيد معاوية بعد صفين يعني تتكلم سنة ثمانية وثلاثين للهجرة لما قتل محمد بن عبيبك لاحظون حضاراتكم وراح مالك لأن مالك بن نهران كان موجود وبصفين كان موجود بعد ما رجع أمير المنين إلى الكوفة بعث مالك إلى مصر لأنه سمع أن محمد بن أبي باكر واليه على مصر معتقل أو مضيق عليه أكو ثورة صارت ضده من قبل عمرو بن ابن العاص والأمويين فبعث مالك بالطريق مالك ثم محمد بن أبي باكر قتل بعد مالك لأن أمير المنين يبعث رسالة إلى محمد بن باكر يسليه يقول لأنا ما بعثت مالك زهدا فيك ولكن مالك وما أدراك ما مالك أنا أردت رايحك من حكومة مصر لأن مالك فتشي لا يغلب أما الآن استشهد رضو عن الله عليه رحمه الله هل كان يعرف عنه فمسك ولايته كنت به وينصح مما يفهم أن محمد بن أبي باكر استشهد بعد مالك طيب نحن قاعد نتكلم صفين سنة 37 هجري مالك سوكت تراح إلى مصر 38 طيب مصر شوكت سقطت سقطت سنة 38 بعيدا رواية تقول وقد انتزعت منه مصر وهو حزين عليها هل أثناء الدخلوا علي ذولي قالوا لي شين رأيك بابي باكر عموة قال أو في مثل هذا مجغولين بي أفرختم لهذا وقد انتزعت مني مصر وقتلت بها شيعتي ولكم الشيعة مقتل ومصر راحت من دينة وشيعتنا قتلة وانتم متفرغين إلى هذا هل هاتش بحوث أما أنه سوف أكتب لكم كتابا فاقرأوه على الناس هذه سليم بن قيس الهلالي كتابه كتاب سليم بن قيس الهلالي يذكر قصة الكتاب بس ما يذكر ارهاصاتها هاي الرواية تثبت على انه سليم بن قيس الهلالي يذكر النعمين المنين اخر ايامه اخر حياته كان يطلب الجيش انه يابا تعالوا للنخيلة ما يروحون الآن باردة الآن حار وكانوا يسوفوا سليم بن قيس يذكر على ان امير المنين كتب حياته قصة حياته في طومار كبير وعمر كاتبه ابو رافع يقرأه على الناس في كل يوم جمعة في مجد الكوفة واشهد عليه عشرة من اهل بدر يقول سليم فما ترك رواية ولا آية في حقه الا وذكرها ذكر قصة حياته من ايام رسول الله الى حرب النهروان والحكومة حكومة دومة الجندل بينه وبين معاون تفاصيل قصة السقيفة وليش سكت وليش كذا الغدير كل شي ذكر كتب حقصة هاته فلما قرأها على الناس كل جمعة كانوا يذكرون الناس شيء انفى شيء اجتمعت عليه حنوا اليه واجتمعوا عليه واجتمع له خمسة وستين الف شيعي في النخيلة هذا الكلام بجمادة الاولى جمادة الثانية رجب شعبان ورمضان اصيب امين ومنين ضرب واستشهد يعني قبل لا يستيشهد بخمس تشهر اجتمعت عليه الشيع لان رسالته الى قيس ابن سعد ابن عبادة في رجب او في شعبان من او اخر رسائله ولي على باكو اذا اربيجان انه تعال عجل فقد اجتمع الناس علي اخيرا وقد حبست نفسي عليك منتظرك تجيني فاذا ما جئت زحفنا الى صفين مرة اخرى نرجع الصفين وفعلا كتب رسالة الى معاوية ان القني في صفين فكان انقدر الله تأخر قيس ابن سعد ابن عبادة جاي من او اربيجان من باكو الى الكوفة وعدها مجيش مو واحد فياخذ وقت الى ان دخل رمضان فاجي قيس في رعواء الرمضان فصار القرار انه يفطر المؤمنين يخلص رمضان ويسحف الى صفين لكنه هو اشعر معاوية انه القني في صفين بعد رمضان وفعلا معاوية جهز نفسه واصلا فكر يطلب لجوء في بيزنطة وهذا الكتاب هو اللي عجل عليه ان يختال فورا لانه ابن ملجم دخل كوفة في اوائل رمضان انا هذا الشهادة امينون راح نذكرها تفاصيل المهم قيس ابن سليم ابن قيس يذكر هاي الاحداث الان امينون كتب قصة حياته وشرحها للناس اثر هذا الكتاب الناس اجتمعوا عليه بس ارهاصات الكتاب ليش كتب الكتاب ما يذكر هاي الرواية دخول عمر ابن حامق شو يغشي حواري رحمك الله ليت لي في جيش ما امثلك يعرفون مني ما تعرف يقول العمر ابن حامق يعني اريت عدي مية مثلك هو يقول العمر عمر عمر ذلك من الحوارين المنسان عادي عندك عمر عندك مالك مالك الرأس الاول عمار كومي هذول شيوخ الشيعة يعتبرون حجر جارية ابن قدامة هذول لا يقاس بهم احد هذول حواري الغرض هنا هاي الرواية تثبت رهاصات هذا الكتاب كتبه نتيجة دخول وطلب عمر ابن حمق وحجر ابن عدي الكندي بعد وعبدالله ابن السبع مذكور في هذا يجي اسمه وياهم وعمر منين حشره معهم قال افرختم لهذا وهذه مصر قد انتزعت مني وقتل بها شيعتي ومع ذلك قال راح اجاوبك اذا نحنش قاعد نحتي قاعد نحتي سنة اربعين وابن سبع حي موجود لانه ما معقول يبقى سنتين يا الله يجاوب هاي الطلب واضح انا انه ذول يدخلوا علي سنة اربعين للهجرة لعظم عذراتكم لان شهر رمضان يعتبر شهر العاشر فاذا ما ضمين الى رواية سليم ابن قيس هذا الكتاب انكتب سنة اربعين في جمادة تقريبا بس هو في سنة اربعين بحيث اجتمعوا عليه ثلاثة اشهر قبل شهادته يفهم انه دخلوا عليه في سنة اربعين للهجرة اذا الى سنة اربعين عبدالله ابن سبع كان موجودا حيا بدليل انه داخل ويريد من عنده موقف من ابو بكر وعمر هذا واحد دخولا في سلسلة ذولي مع الشيعة مع عمر بن حامق وامثال هؤلاء الصالحين ذولي صالحين هو معهم ويدخل على ميرمين ويطلب بنا موقف يظهر على انه الى الان ما ظهرت من عنده بوادر انحراف او غلو اذا الغلو بدأ عنده تدريج طيب النوبة اختي من مؤرخين الشيعة سنة 300 هجري الكشي يذكرون روايات ايضا على ان هذا الرجل بدأ يتكلم في هاي السنة الاخيرة تحلي يتكلم كلمات حول اميرنين يدعي له الالوهية والربوبية اولا بدأ عنده شنو يجاهر بشتم ابو بكر وعمر في محيط مو كل شيعي فكان يجاهر بسبة الاول والثاني تحليلي الي ليش صار عنده هاي تطرف رد فعل على الخوارج اللي كفروا اميروني بعد النهروان طبعا النهروان صح اميروني استأصلهم قتل منهم اربعة الاف لكن بقت جذورها موجودة اوكي هو قتل رجالهم بس بالتالي النساء هم موجودين اطفالهم موجودين عوائلهم موجودين يحملون هاي الرؤية لان لان الروايات تقول كان لمن يمشي بالكوفة بعد النهروان كان بعض النساء يشتموا ويكفروا ويسمعون شتمة فكان الشيعة يهجمون عليهم ويمنحهم يعني صارت الربكة في الكوفة كثر اعداؤه فصارت فعل عند شيعته ولذلك انا قرأتي قضية الاذان ورد الشهادة الثالثة في الاذان بدأ عند الشيعة بذيك السنة كان رد فعل عن مقولة الخوارج بتكفير اميوني انتوا تقولون عني الكافر احنا نقول علي ولي الله يلا راح نجيب بالاذان احنا عدنا روايات عن رسول الله اني دعوت الله ان يجعل اسمك مع اسمي حتى عندنا في الروايات فاذا قلتم اشهد ان محمد رسول الله فقولوا علي خير البرية اكو هذا شيء وارد ولعلي رأيت شيئا لان ابا ذار كان يشهد الشهادة الثالثة لاحظوا ما كانت عامة عند المسلمين نعم زمان رسول الله ايضا ما كان لانه لو كانت زمان النبي وقال النبي اذن عشر سنين كان يأذنوا لانتقل بين الناس لكان ما دعاة ان تذكر بالسقيفة ان تذكر بالكذا امي هذا اللي اخذته من عنده قعدت ببيته هذا اللي نشهد الى بالاذان مثلا اكو اشياء واضحة على انه لو كان لبان لكن عد حواري وخصوصياته قرائتي على انه اجت رد فعل عن التكفيريين اللي كفروا انه عاش سنتيا بعد النهروان وبقت جذورها عند الناس الذي قتل منهم رجالهم صح قتل الاربع تلاف منهم لكن بقوا ذول تسعة والتسعة اللي بقوا بعضهم راحوا ثلاثة منهم الى عمان مو لكن بشكل عام وهذا بعضهم الى مصر لكن بالتالي بقى هذا الفهم وهذا الرؤية التكفيرية هاي بقت الخوارج بقوا حتى هو اوصى قبل في شهادته لا تقاتلوا الخوارج بعدي ومعروف في وسط المنين قال لا تقاتلوهم تحليلي الى لانه اراد ان يزعج بهم بن يومية ويشغل بن يومية بهم عن استئصال العلويين هذا تكتيك استراتيجي يعني انه ليش يمنحهم ارادا يلهي بن يومية عن الشيعة وفعلا هاي جدا نجحت هاي القضية يعني لما تلاحظ الحجاج انشغل بحرب الخوارج عن استئصال الشيعة فتنهن هالشيعة وين في فتحوا مدن فكريا في ايران كاشان قوم نشابور اندهار راحوا للسند والين في غفلة عن بن يومية وين كانوا مجغولين مجغولين محرب الخوارج على كلنا هذا مو بحثي بدأت ارهاصات على انه عند بعض خنسميه متطرفي الشيعة بن قوسية رد على تدرون الخوارج يوالون ابو بكر وعم يصححون خلافة ابو بكر وعمر ويصححون خلافة النصف الاول من حكومة عثمان عثمان حكم 13 سنة 6 سنين الاولية يقبلونها يفسقوه يفسقوه يكفروه بالنصف الثاني فيصححون المجتمونا الاول والثاني بدأ رد فعل عند هؤلاء هذا بن سبا في ذاك الوقت حصلت هاي ظاهرة شتم ابو بكر وعمر طيب في مجتمع مضطرب بشهادة ثم يقول عمر بن محمق ليت لي في جيشي ما امثلك يعني هو يقاتل بجيش ما يرونه امام معصوم مفترط بعد ما قال عمر بن محمق والله يا امير المؤمنين لو تخذ بنا البحر فاخذناه معك لو اددت ان احرق واقتل في حبك ولا اسلمك ولا اتركك فترحم عليه وقال له ليت لي في جيشي او في اصحابي ما امثلك يعرفون مني ما تعرف يعني تتعذر بي انا منه بس ذولي ما يرفوا يعرفوا انه خليفة راح فهو بهذا الجيش يقاتل معاوي طيب يجي واحد متطرف يقوم يخلط الاوراق ويشتم ابو بكر وعم لاحظة حضراتكم ردا على ذولاك اللي يكفرون علي واضح امير المؤمنين نهى ولده محمد حنف عندما شتم ابو بكر وعمر محمد العلم شتم عمر ردا على شتيمة عبد الله او عبيد الله ابن عمر الذي شتم علي في صفي فابن الحنفية شتم ابو شتم معاوي اه عمر عبيد الله قاتل الهرمزان اللي بعدين اميروا قتله في صفي عبيد الله بن عمر مو عبد الله بن عمر لكن ما اشترك الراوي المعروف مع انه سيء الصيت ما بايا امير المؤمنين لكن عبيد الله بن عمر قتله رمزان اتهمه بقتل عمر وقتل بيته وقتل اثنين 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 في المدينة وعثمان عفى عنه امير المؤمنين طالبه قال له لازم قيم عليه الحد لانه قتله مرأة مسلمة شوان انت تخلي قال له انا ولي الدم وعلي انا اعفو عنه فلما انصار اجدت الخلافة الظاهرية لامير المؤمنين طال امير المؤمنين اراد يقتله بالهرمزان فشرد وين راح راح الى معاوية واشترك بصفين ضد امير المؤمنين فكان يخرج يشتم بالميدان امير المؤمنين محمد بن حنبي ماط حمد شتم ابا هنا تاريخ حدثنا ان امير المؤمنين عليه السلام منعه وقال لولده بني لا تقول في ابيه الا خيرا ومنع شيعته ان يشتمون اهل الشام لاني اكره لكم ان تكونوا سبابين لانه عرف انه الان سبون معاوية عمرو العاص شوية شوية بعدين صعدون سبون الاول والثاني وراح يتحرجون نويلنا وانا الجيش يوالونهم شوف حيرة امير المؤمنين عجيب لكن بعد النهروان صارت فعل عند الشيعة بحيث بدأ يذكروا بالاذان صارت فعل عن تكفيره فشيعته قاموا يذكروا بالاذان بدأ هناك رهاصات ذكر امير المؤمنين بالاذان وهو انظر ما شيئا فشيئ تطرف ابن سباب هنا بدأ التطرف عنده بحيث وصلت انباء عند امير المؤمنين على ان ابن سباب يقول في حقك الالوهية يعتبرك التراب انت اله الان هاي رد فعل على ذول اللي كفروا هلك فيك اثنان محب غال ومبغض قال مجنو او عدة طموح او شن القضية المهم ام يمنين استدعى قال تعال شن الموضوع قال لي انت انت قال ويلك انك ملبوس عليك شيطان غرك كيف تقول هذا وانا من انا امي وابي معروفان عند الناس وابن عمي رسول الله بعض الرواية تقول سجد امير المنين لله ودعان يستغفر نتوب هاي الان وين احنا قاعد نحتي اواخر حياة امير المنين لانه الى ان دخل عليه هو ظاهر الحال ظاهر وحسن برواية يسئلة عن ابو بكر هو وعمر ابن حامق وحجر ابن عادي يعني قاعد نحتي ست شر الاخيرة من حياة امير تطرف عنده اواخر حياة امير طيب هنا يعني كم شهر قبل شهادة امير هنا بدأ مقولة تطلع من عنده هذا اله ينسب اله كيش في رواياته شيخ الطوسي على الله مقام النوبغتي ذول الشيوخ الشيعة ومؤرخين الشيعة وثقاتهم طبعا قالوا ادعى لنفسه النبوة ولعليين الالوهية والربوية شايف شنون نا حاج يعني ودع الالوهية لعلي والنبوة له هذا من سبب بهاي الجو وصلت هاي الاخبار اللي امنوني طيب هل مش تتوقع يسكت عنه استدعى تعال شنو هاي المقولة قال لي اعترف ما عنك قال لي انت انت قال له ويلك انت مرؤ ملبوس عليك شيطان غواك توب وإلا احرقنك بالنار احرقك ابن سبع الملعون قام يضحك قال له مو اقل لك انت هوك واعد يستعمل للنار غيرك لا لا يعذبن بالنار الا رب النار هذا ملعون شي شوين وصل هنا روايات على قسمين روايات تقول حفر له اخدودا واحرقه بالنار واحد عشر معه يقولون بمقالات قتلهم هاي اخر ايام احرقه بالنار وامر بعظامهم ان تذر عندنا روايات تقول احرقه قتله طيب روايات ثانية تقول اراد ان يحرقه او قال علي بالسيف اراد قتله فضج عليه الشيعة اتقتل امرأ ذاب في حبك يا امير الممين هذا ملبوس عليه لا تقتله هو مشكلته ذهب بها عريضة يحبك بس مجنون صار فما زالوا بامير المؤمنين انه لا تقتله هو يدعو لحبك وينصل لحاله مثلا هالجو هذا صار واحد مثل جوز يعني مثل عمر المحام وحجب العدي ممكن طلبوا منه هذا الشيء الاحواله فقال لا يساكني اذا انا ما اقبل يبقى بالكوفر لانا قاعد يساو مشاكي وينما يروح يشتم من او بعدين يقول بالهوية علي فروايات عدنا تقول نفاه للمدائن مدائن ذاك الوقيت ما بها عرب فرس ما مسقط كسرة فنفاه للمدائن فعدنا روايط قتله وعدنا روايط تقول لا نفاه زين ما هو الموقف من هذا سوف ان شاء الله راح اكمل بحثي في الليلة القادمة على انه ما الذي تصرف معه وما هو الموقف من عنده وبالتالي ما هي النتيجة لموقفنا من هذا الملعون ابن سبه وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ما هو الموقف من هذا ما هو الموقف